قناة اعرف دينك لا تيسر أمر تعسر أمر تقول سنوات وسنوات وأنا أطرق أبواب الناس ولا طريق إلى الزواج باب الزواج مغنق أيها الإخوة لعل الله عز وجل حينما يغلق لك الأبواب كلها أراد أن تتجه إليه نحو الأعلى باب السماء مفتوح دائما ولا يغلق فإذا رأيت أن أبواب الأرض قد أغلقت فمعنى ذلك ينبغي أن تفهم على الله أغلقها في وجهك كي تتجه إليه وتستلح معه وهذا ما يعانيه المسلمون اليوم قد تسأل مسلما بحسب ما يقرأ وما يسمى بحسب الواقع التحليلات يقول لك ليس هناك من أمل أبواب الفرج الأرضي أغلقت وكأن الله يريدنا أن نتجه إليه وأن نصطلح معه وإذا رجع العبد العاصي إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أن هنئوا فلانا فقد اصطلح مع الله قد يكون باب الدراسة مغلقا لا تنجح تحمي المواد أكثر مما ينبغي تجد أن الامتحان شبه مستحيل أغلق لك أبواب الأرض وفتح لك باب السماء كي تعتمد عليه وكي تتوكل عليه وكي تلجأ إليه وأراد أن يسمع صوتك لذلك الإنسان كلما تذلل على أعتاد الله رفعه الله وكلما علق الأمل عليه فرج الله عنه وكلما أيقن أنه لا رازق إلا الله ولا موفق إلا الله ولا معطي إلا الله ولا يمكن أن يحقق شيء في الأرض إلا بتوفيق الله وما توفيقي إلا بالله المعنى الأول من اسم الفتاح أنه يفتح لك الأبواب المغلقة أنا أخاطب الشباب الآن شاب من أسرة متواضعة حضها من المال قليل لكن حضها من الاستقامة كثير شيء بين يديك غير موجود لا في وظيفة ولا في تجارة ولا في دخل وقد ترى المستقبل مظلما لكن يجب أن تعتقد أن الله لا ينسى من فضله أحدا وأنك إذا اعتمدت عليه وعلقت الأمر إليه وفوضت الأمر إليه ورفعت يديك تدعوه فإنه يجعل من ضعفك قوة ومن حيرتك اهتداء ومن فقرك غنا ومن خوفك أمنا هو الفتاح يا فتاح يا كريم هكذا يقول الله التاجر يفتح دكانه ويقول يا فتاح أجبر عني هذه البضاعة الطالب يقول يا فتاح افتح لي ذهني في الامتحان الفانع يقول يا فتاح المسجون يقول يا فتاح افتح لي أبواب السجن اعف عني يا رب المريض باب الصحة أغلق في وجهه كلما سأل طبيبا يقول ما في أمس حال تقصح بجدا فإلى أن تغلق الأبواب كلها أمامه بقي باب السماء مفتوحا توجه إلى السماء أول معنى من معاني الفتاح أنه يفتح الأبواب المغلقة الأمور المعثرة الطرق المزدودة الحيل المخفقة يفتحها لذلك العوام لهم كلمات على بساطتها رائعة الذي عند الله ليس عند العبد أعرف رجولي عنده معمل وناجح جدا بهذا المعمل سمع من إنسان صاحب قرار في هذا الملأ أن عام 83 هذا العام ينتهي فيه القطاع الخاصي كليا فصدق هذا الكلام وبع معمل ثم فتحت الأمور وسمح بالاستيراد المواد الأولية وراجت البضاعة رواجا عجيما هو خطأه أنه صدق هذا الإنسان ولو أنه اعتقد أن الذي عند الله ليس عند أحد وأن الغيب لا يعلمه إلا الله وأن الله هو الفتاح العليم نزلت فلما استحكمت حلقاتها فرجت اشتدي أزمة تنفرج والآن الأزمة في أشدها على المسلمين في العالم كله يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قفعتها كل من في الدنيا يتربص بنا فلذلك الفتاح هو الذي يفتح لعباده أبواب فضله أبواب رحمته أبواب التوفيق أبواب النصر أبواب الغنى قولوا يا فتاح يا علي المعنى الثاني من اسم الفتاح ربنا افتح بيننا بالحق خصومات خلافات كل يدعي أنه على حق وكل يدعي أن تحليله صحيح وكل يدعي أن رؤيته صائبة وكلهم مختلفون لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يفصل بينهم في الدنيا والآخرة الله هو الفيصة الذي يفصل الحق عن الباطل أيام خلاف زوجي مستحكم ربنا افتح بيننا خلاف بين شريكين مستحكم ربنا افتح بيننا خلاف بين حضارتين مستحكم ربنا افتح بيننا هم يتهموننا أننا إرهابيون وقتل وجهال ومتخلفون ونحن معنا وحي السماء معنا منهج الله معنا رحمة الله لكن هم يعتقدون خطأا أننا متخلفون ونحن نعلم علم اليقين أننا على حق المؤمنين طبعا فلذلك قل ربنا افتح بيننا بالحق يعني أظهر دينك يا رب مرة نور الدين الشهيد أراد أن يواجه التتار وقد اكتسحوا العالم الإسلامي وتفننوا في إزلاله وفي تقتيل أبنائه برج الروس خمسين ألف راس صفت على شكل برج سجد وبكت السجود واسمحوا لي بهذه الكريمة في أثناء دعاء قال يا رب من هو الكلب نور الدين حتى تنصره انصر دينك يا يعني الآن الهجم على إسلامنا إسلامنا يحاكم قرآننا يحاكم لا يريدون لهذا الدين أن تقوم له قائمة حرب عالمية ثالثة معلنة على الدين قال يا رب من هو الكلب يصف نفسه نور الدين حتى تنصره انصر دينك يا رب لذلك الفتاح هو الذي يحكم بين عباده هو الذي يصل بينهم هو الذي يقول بفعله أنت على حق وأنت على باطل والمعنى الثالث باسم الفتاح هو الذي يفتح قلوب المؤمنين بمعرفته الآية الكريمة والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا ما الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر إن سبحته وحمدته ووحدته وكبرته فقد عرفته وإن عرفته عرفت كل شيء وما فاتك شيء وما فقدت شيئا إذن المعنى الثالث للفتاح هو الذي يفتح لك أبواب معرفته وشرف المعلوم من شرف العلم وشرف العالم من شرف المعلوم أنت تتمنى أن تعرف الله إذن يفتح قلوب المؤمنين برحمته بمعرفته الآن في ضيق في قلق في كآبه ويفتح لك باب الأنس به وفي حجاب يفتح لك باب الإقبال عليه في تدمر يفتح لك باب الرضا تأنس به وتقبل عليه وترضى هو الفتاح ترجمة نانسي قنقر